عدفوت لأم العوبة حلوة موت ما تخدش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل عندما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة بين السعي الجاد والمزايدة خيط رفيع إبراهيم أهلا بك أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأثنين الحلقة 853 من ملك وكتابة حلقة جاية في مستهل موسم صعب علشان كده تحمل عنوانا واحدا ولا تزال الأقواس مفتوحة لكن ما بين هذا وزق خيط الرفيع إيه؟ الحمد لله فضل من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله قبل ما تيجي بلاس تسعين تكون أعملت الهومورك والجهاز الفني استكمل القطعة بتاعته وأعتقد أن من ناحية الفنية هنذكر هذه الإضافة ماذا تعني وفي نفس الوقت هناك القراءات كثيرة في المشهد الأخير بتاع التعاقد بتاع الأجنبي عايزة شيء من التأمل والتحليل والتوضيح لأن الحقيقة عندما تأتي المزايدات مفهومة جدا جدا يعني المتبكيين على المال العام من خارج النادي الأهلي والمتبكيين إزاي السن ومش السن وهي دي بقت سياسة النادي الأهلي وهو ده الصح ولا الغلط الحقيقة واضح أن هم متأثيرين عشان النادي الأهلي وهذا ما يطمئن كلما اشتد هجومهم على أي شيء يحدث في النادي الأهلي فتطمئن قلوب الأهلوية تعرف أنك ماشي صح وأنك مش من أيامهم الليل ولكن البعض ينصق وندخل فيه تفاصيل بيننا ومن بعض مهيش مطلوبة احنا خلينا نعنى بالنتائج وليس التفاصيل تعال نعنى بالوصول إلى الأهداف ولكن مش ضروري أخذ الطريق الصحراوي ولا طريق الزراعي ولا مش عارب بعربية ولا بطيارة أين كان تصل في الموعد لهدفك هو ده المطلوب مين بقى عمل إيه ومين عمل إيه ده مش أسلوب الأهلي الناس تطلع تتكلم فيه ولا تفصر ولا يعني تضغط على بعضها فيه لأن الحقيقة ما بوجل من مجهود خلال الفطرة المادية من كل الأطراف لا يستحق إلا الدعم مهما كان دور كل واحد فيه إيه حجم العمل الذي تم في الملفات الماضية سواء في المركات الشيطة أو في المركات الحالي لا فيه مجهود بشكل يعني اتوظف بشكل علمي أكتر حيأخذ وقت عشان يوصل إلى الكمال ولكن كل الأسماء التي ضارت في ذهن الناس كانت مطروحة كل الأسماء بشكل أو بآخر مؤكد أن دي تفاصيل كتيرة في هذا الحلقة المهمة لكن خلينا في البداية لا يفوتنا أن ننعي رحيل هذا العدد من الضحايا في هذا الزلزال المدمر الذي ضرب الشقيقة المغرب والحقيقة النادي الأهلي هم بتقديم واجب التعازي والمواساة لأسر الشهداء وضحايا هذا الزلزال الذي ضرب جنوب المغرب وأيضا تمنيات النادي الأهلي وجمهيره للمصابين بسرعة وتمام الشفاء إن شاء الله وللشعب المغربي كله أن يكتاز هذه المحنة الصعبة اللي أعتقد يعني كارثة طبيعية نسأل الله تعالى السلامة منها لكل الدول الشقيقة طيب كويس الأهلي جمهيره دائما تسبق الأحداث الأهلي يسبق الأحداث الأهلي يسبق معنا المشاطرة إلى ترجمة عملية هو جمهيره حملوني أمانة بعض الجمهير يا كابتن عدلي نحن عايزين دورنا لا يتوقف عند المشاطرة ويعني عايزين نعمل حاجة لأشقاءنا في المغرب وإحنا مستعدين من خلال التنصيق مع روابط المشجعين داخل وخارج مصر إن إحنا نتبنى يعني ولو حاملة لجمع يعني التبرع بالدم التبرع بالدم خاصة إن المغرب فيها نقص فيها دائما في كل حدث يبقى التبرع بالدم هو أهم حاجة وخصوصا في الفصائل النادرة في فصائل النادرة في الدم ممكن تكتب على الفيسبوك والناس تعرفها والأهل مستعد أعتقد لن تتوانى إدارات الأهل اللي يقترحوه ونشوف نعمل العملية دي إزاي ونطبقه بشكل عملي لأن الموضوع يجب أن يتجاوز فعلا المشاطرة إلى إن إحنا نقف بشكل عملي مع شقاءنا في المغرب الموضوع مؤلم ويا رب يبعد هذا الشر عن أي شقيق أو إحنا المنطقة العربية والإفريقية مش نقصة على فكرة النهاردة كمان إعصار مدمر أيضا نتيجة سيول جارفة ضربة ليبيا شرق ليبيا البني غازي وسيرت وغيرها من المدن إعصار ضربها أيضا وأودى بحياة عدد من الضحايا نفس الشيء أنا الأولي تكاتف على شقاء بمعنى حقيقي ربما الدم يكون أثمن من المال لو كنا نستطيع نقدم أكثر من هذا فلنقدمه لكن تخيل أن في حد من مرسى مطروح بعث لي الصور دي كيف طالت هذه العواصف مرسى مطروح بعث لي صور العربيات مشى في الميش الميش أي لا غرقت مرسى مطروح من جراء هذه الإعصارات والعواصف ربنا سلمنا جميعا يا رب ورسالة من السماء لينا كلنا اتبهوا البعض شوية والدم عمره ما يصبح مية وما تخليش المصالح الضيقة تفرقنا نتمنى ده كل التعازي والمواساة لأسر الضحايا وكل التمنيات بالشفاء للمصابين ولكل الشعوب إن شاء الله بالسلامة والنجاة النهاردة 11 سبتمبر عيد ميلاد أسطورة من أساطير الأهلي والإدارة الرياضية في مصر وقدوة كبيرة لكل الأجيال الميستر صالح سليم الميستر صالح سليم علي رحمة الله ولد في 11 سبتمبر في مثل هذا اليوم في عام 1930 كان يوم أعتقد حتى لما حدثت أحداث نيويورك كان في 11 سبتمبر فبدأ إنه ذكر ميلاد صالح سليم دايما فيها حداث قوية يتذكرها العالم يعني أنا مش عايز أكون مبالغ إذا قلت إنه في كل عقد أو كل كده عقد أي يعني يقدم أو تقدم الأرض المصرية نبتة مصرية في مجالات مختلفة بشكل مختلف استثنائي وأزعم أن ميلاد الكابتن صالح كان إذانا بأننا يعني سوف نستقبل شخصية رياضية قيادية كروية استثنائية سواء في الملعب أو خارج الملعب أو على صعيد كيف يكون القائد والقدوة وكيف يترك من الآثار ما يعلم الأجيال القادمة وعندما سألتني يوما من هو الذي تستحضره عندما يعني تكون في موقف عايز تاخد رأي مين قلت لنا باب عايز أخد رأي الكابتن صالح وباخد رأي الكابتن صالح رغم أنه مش موجود أسأل نفسي سؤال ماذا له ماذا له يا كابتن صالح يعني واسترجع من خلال المواقف اللي بيني وبينه وكثيرا من المواقف اللي يتم فيها أحيانا المزايدة على الأهل نفسه أي ما يعرفوش أن الكابتن صالح ما كانش يعمل كده ما كانش يعمل كده منها ما يخصه شخصيا يعني عندما يتعاد وقول لك مش عارف أساءل الكابتن صالح هو مقبول أنت عارف أن الأساءل الكابتن صالح في وجود الكابتن صالح رفض الكابتن صالح عندما علم أن مجلس إدارة النادي الآلي قد اتخذ قرارا بعقاب شخص أساءل قال لهم أنتوا زا تعملوا كده افصلوا ما بين شخصي وبين النادي الآلي إذا كانت الإساءة قد طالت النادي الآلي لا لكن أنا أنا مع اللي أساءل لي من قالك أن لو فصر لي وأساءل لي كنت سمحته ولا لا من قالك أن لو كان اعتذار اللي كنت قبلت اعتذاره ولا لا من قالك أن هناك من لا يسؤون إلي ولا يمكن أن أخفر لهم لأن أعلم نواياهم وما يضمرون للنادي الآلي مش لصالح سليم كان صالح سليم أقوى من أي حد يحاول يناله شخصيا وانت شفته وعلى فكرة الفيلم التسجيلي اللي أزعته قناتي الآلي والخاصة بهذه المناسبة وكان لك إضافات فيها وكثير ممن عصروه وشرفت أن أنا على بعض الفقرات كده كان لي برضو ذكريات في هذا الأمر صالح سليم كان استثناءا وكان يرفض أن يزايد بمواقفه أحد إلا فيما يخص النادي الآلي فدائما نتعلم ماذا لو كان هذا الأمر موجود ويخص النادي الآلي ماذا يفعل صالح هنا التمسك بسوابة النادي الآلي وهو اللي علمنا أستاذ إبراهيم لما كنا بنقول ما يخصنا مش هنتعامل به كثير ما كانت الإساءة تطلنا لكن إذا كانت الإساءة بهدف تشوي حاجة تخص النادي الآلي هنرد حتى لو جاء ذكرنا مش لأننا بنرد عن أنفسنا بنرد عن النادي الآلي لكن اللي مستتقل دمنا مش هنعرف أننا نعمله حاجة غير نقوله متأسفين أننا معكنينين عليك بتقل دمنا والله إحنا ما قصدنا إحنا قصدنا نقول النادي الآلي يا جماعة حبوه كما وجدتموه بهذه الثوابت التي لا يمكن التفريط فيها صالح سليم هو من رعى الثوابت هو مخترعهاش ولكن كان الحارس الأمين اللي ترجمها بشكل عملي في كثير من التصرفات صالح سليم الذي يقال له مش عارف إيه الجمهور إيه هو الذي قال الآلي لا يدار من المدرجات ولكنه يعمل من أجل المدرجات كان بيقولنا إحنا كده صالح سليم اللي في يوم من الأيام عندما استقاله واصطدمه بمجرس الإدارة ودخل الجمهور صاخطا عقب أحد المدرجات تحت عشرين سنة واندفع يهاجم الإدارة جوه وكاد أن يقتحم مجلس الإدارة وكاد أحد المسؤولين التنفيذين أن يطلب وهليلجأ إلى اسم أسر النيل خاف من اللي حيحصل في دخلة الكابتن صالح 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 وتلموا عليه من غير صالح الدوري قال لهم ايه فيه ايه فيه ايه كنت حتى نواقف في الطرق يا جماعة يا جماعة اسمعوا الكابتن صالح خفت أني ما يسمعهوش لأن أدركت حيقول لهم ايه هو اللي حيحله فقالوا لي يا كابتن صالح وإزاي متامشي قال لهم دي الشق نبيل وبين المجلس حاجة ما تخصش حد أنتوا ليكم تتعاملوا مع ما تصفر إليه قرارات النادي مش في قرارات النادي حتى لو بتحبوا صالح سليم لا بتحبوا الأهلي أكتر منه وتسيبوا النادي دلوقتي وما نكونش دعوا بهذا الأمر صالح 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 ومشوا واهتفوا وخرجوا برى النادي للأسف اشتديد حد راح بلغ مجلس الدر أنا كنت بقود من فوق من الطراص الجماهير فلما تم عتابة قلت لهم أنا كنت عارف أن الكابتن هو اللي حيحلها قلت لهم اسمعه بس الكابتن صالح عايزي يقول إيه واعتقد أن النتيجة صارت على أجمل ما يمكن أن تصفر عليه قرارات الإدارة إحنا عارفين إحنا مع بعض نعمل إيه لكن مع بعض نحمل نادي الأهل إزاي من إن إحنا نستغل في غضبة الجماهير هو ده صالح سليم طيب 93 سنة على ميلاد كابتن صالح يعني 11 سبتمبر 1930 النهاردة 93 سنة رحمة الله عليه رحمة الله تفتكر في كلمة واحدة سر صالح سليم فين الصدق 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 والثقة الغير مسبوقة بالنفس ما كانش غير لا غير من حد ولا غير من نجاح ولا يسعى إلى منصب ولا يعني ملوش مسكة يعني عشان تغري صالح سليم إنه يبقى مثلا وزير مقابل كذا هو مش عايز يبقى وزير رئيس اتحاد كورة مين قالك إن أنا هو أنتوا هتستحملوني لو جاءت رئيس اتحاد كورة يقولوا له إيه يعني مستعملكش إليه لأ لأنه هغير حاجات كتير جدا نتونش هتستحملوا الله يرحمه المهندس الشريف خشب مرة قال لي ساعت أنا والكابتن بريم الخليل قال لي ساعتنا أننا نقنع يا كابتن صالح يجي رئيس اتحاد كورة فالمهندس الشريف بيقول لك أنا عزمته في البيت وجبت بريم الخليل يا كابتن صالح أنا الأواني أنت بقى تمديدك لاتحاد الكورة وعايزين نصلح الكورة كلها قال لهم طيب ماشي عايزين إيه تدخل اتحاد الكورة قال لهم موافق بشرط واحد هتولي مجلس زي يكنتوا الاثنين كملولي العشرة زي يكنتوا الاثنين لو قدرتوا أنا هنزل تعرف نفسي جمع ولي ما قدرناش نكمل ثلاث أفراد قال هلنا وإحنا بنقنعه أنه ينزل أيام منتخبات صحب الثقة في المجلس بتاع كابتن الوحش وكانت الناس بتضغط عليه وكان قرر لم ينزلش تاني أي يا كابتن صالح النادي محتاجك يا كابتن صالح محتاجين قيادة الناس كلها تتلمى عليها احنا في لحظة غير مسبوقة مش عايزين نتفرق الوحيد اللي قادر يليه من الناس بكافة انتماءاتها بما فيها المعارضة حضرتك في الآخر خالص قال تعرفوا تجبوه لي عشرة نوفي عليهم قلنا له اختار اللي تختاروا وحنكمل فهو اختار اتنين وقال مش عايز ولا واحد من الاستقال اللي استقالوا مين بقى كل قيادات النادي الاهلة كابتن حسن كابتن غطيب محرم الراغب عمرو علواني حسن غانم عم جيد محمود قال لهم ولا واحد ينزل معايا عشان محدش يقول استفادوا من استقالتهم من هم غيروا المجلس ورجعوا ولا واحد فاتجبوه لي وجوه جديدة واتنقق جاي بقى حسن البدراوي جاي برم المعلم واللوى سفير نور واللوى فاروق رجب واللوى فاروق رجب والسفير سميح أنور رحمة الله عليه سميح أنور لا سميح أنور هو عينه عينه في المعينين محمد عبدو كامير صندوق ومجد عم نعم رحمة الله عليه لا هو جه واحد بس احنا جبنا تسعى اعتذر كابتن حسن مصطفى في اللحظة الأخيرة فدخل كابتن حمدي كونيسي من المجلس المستقيم اعتذر لغير مجرى الأحداث لا خدف سكة طبعا وكابتن حسن بص ما كانوا ينفعوا مع بعض كابتن صالح ودكتور حسن قيادات ناريين لا كابتن صالح له طابع وكابتن حسن له طابع وطموح صالح طابع بدون طموح كابتن حسن طابع وطموح هنا الحتة دي لأن حسن صغير وعايز لسه قدامه الشور طويل جدا سواء في الهندبول والحقيقة أن يعني عدم نجاح كابتن حسن قدام كابتن صالح كان هو الصح لأنه راح الحتة اللي لازم يروحها لأن هي دي السكة المفتوحة النادي اللي قالي بعد رئيس النادي اللي قالي هتعمل ايه هتعمل دورتين وتقعد لكن كابتن حسن مصطفى في الهندبول هو عمل الشيء اللي كنا نتمنى كلنا أن ييجي حد مصر يعمله فده المجلس أو محمود سلطان ده المجلس التكنيب طيب إذا كان كابتن صالح يا جماعة اللي ولد في 11 سبتمبر في مثل هذا اليوم من عام 1930 توفي متأثرا بمرض السرطان فمن عجب الأقدار أنه لعب كرة آخر ولكن صغير النهاردة بيرحل لعب فريق فاركو الشاب البدراوي ناجح فاركو موليد 2002 عن عمر يعني يدوب 21 سنة مات متأثرا بسرطان الدم فاركو النهاردة كان بيلعب مع زمالك ما تشودي لا ده بيرامت لا أصدي سيراميكا كلوباتر سيراميكا كلوباتر سيراميكا اللي كان بيلعب هذا اللعب اللي انتوا شايفينه يعني وفاته المنية بعد صراع ربنا صبر أقلو يا رب ويش في كل مريض تولى بواسع رحمته ويصبر أسرته ويصبر أهله ويصبر زميله في فريق فاركو وكل الناس اللي عرفته الكابتن مجد عبد العاطي مدربه السابق الحياة النهاردة نعاه باكيا سلوك هذا الشاب وأخلاقه تولاه الله بواسع رحمته في البداية قلتلكوا ليه لا تزال الأقواس مفتوحة الموسم اللي انقضى ده ليه الموسم اللي انقضى ده خد من البطولات للنادي الآلي اللي خلى الناس توصفه بالموسم الاستثنائي لأنك تفوز بخمس بطولات في موسم واحد تحقق أعلى الأرقام تسافر بطولة العالم تاخد بطولة أفريقيا تعمل حاجات كبيرة كثيرة جدا الموسم الجديد اللي بيستهل النهاردة بإعلان أرعد جدوى للدوري وباستعداد الآلي في نفس التوقيت للسفر بحثا عن بطولة جديدة في الصبر الأفريقي يسافر غدا إن شاء الله كل ده يخلي الأقواس ما زالت مفتوحة تحتاج إلى بطولات وبطولات وقصص وحكايات بعد الفاصل أقواس البطولات بس وأقواس الحكي كبير مش أقواس الحكي أقواس البناء ما هي دي بطولة برضه يعني إنك تتصور أنك أنت عملت اللي هم مركب بتاعك لا في المرحلة دي لكن المراحل القادمة البناء مستمر بعد الفاصل ما تخافش على الأهل ما تخافش على الأهل أهلا بحضراتكم الجديد النهاردة منذ خليل أجريت قرعة جدول الدوري الجديد الدوري اللي حيبدأ إن شاء الله 18 سبتمبر الحالي بمشاركة 18 نادي القرعة عملت في ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة قرعة دوري النيل موسم 23-24 الموسم المفترض ينتهي زي ما أعلن مسؤول الربطة في 30 يوليو من العام القادم كل فريق مشارك في البطولة دي الجديدة بقا هياخد مليون جنيه والفريق البطل هياخد خمسة مليون جنيه الحضور الجماهيري لمباريات الدوري حيكون 10 تلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية وده تقريبا في الدور الأول على أمل إنه يزيد للسعة الكاملة في الدور الثاني إن شاء الله تعالى تم تخصيص الجوائز جديدة لكل من هداف الدوري جائزة القفاز الزهبي لأفضل حارس مرمى وجائزة أفضل صانع ألعاب المواجهات المباشرة هتحسم البطل أو الهبوط وفي حال التساوي حيتم اللجوء إلى فرق الأهداف في حال التساوي فيها يتم الأهداف بالفرق بين السجل والاستقبل وأخيرا تبقى فيه مباراة فاصلة أو مبارايات إذا كانوا أكتر من فرقتين العقوبات إذا انسحب أي فريق من أي مباراة هيعتبر مهزوم ويتتوقع عليه عقوبة وخصم ثلاث نقاط طيب لو انسحب من الدور الأول هتلغى نتائجه في الدور ده إذا انسحب في الدور الثاني تلغى نتائجه في الدور الثاني مع بقاء نتائجه في الدور الأول في حالة انسحابه من المباراة الأخيرة في الدوري هيعتبر مهزوم في هذه المباراة توقيع غرامة مالية تحددها إدارة المسابقات ويتم هبوطه للدرجة الأدنى الأهلي الأهلي حامل اللقب اللي عنده 43 لقب في البطولة القابل دوري منذ بدايته في عام 48 الأهلي يحمل 43 لقباً والزمالك 14 لقباً والإسماعيلي 3 ألقاب ولكل من الترسانة والأولمبي والمحلة والمقاولون لقب واحد في الدوري الأهلي أكثر من 3 أضعاف أقرب منافسيه وهو نادي الزمالك 43 لـ 14 الأهلي حامل اللقب حيستهل مشواره في الدفاع عن اللقب في استاد الجيش في برج العرب أمام المصري البور سعيدي بينما المقاولون يبدأ مع بلدية المحلة وطلع الجيش مع البنك الأهلي والداخلية مع أمبي وفارقه مع فيوتشر والاتحاد السكندري مع سيراميكا كيلوباترا زد مع الإسماعيلي واسموحها مع الجونة وبرامدز مع الزمالك إذن الأهلي يبدأ مع المصري في برج العرب والزمالك يبدأ مع بيرامدز مباريات الأهلي عشان تبقوا في الصورة مبدئين الأهل والزمالك مباراة القمة هتبقى في الأسبوع العاشر بينما يختتم الدور الأول بمباراة الأهلي وفيوتشر يعني الأهلي حيستهل الدوري مع المصري اللي بيقوده علي ماهر ويختتم الدور الأول بفيوتشر اللي كان بيقوده علي ماهر الأهلي وزمالكوا هتبقى في الجولة العاشرة بينما يعني الأهلي حيبدأ مع المصري وبعد كده مع سيراميكا الجولة الثالثة مع الإسماعيلي والربعة مع الجونة والخمسة مع بلدية المحلة والستة مع المقاولين والسبعة مع السموحة ومع زد في الجولة التامنة ومع الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة ثم مع الزمالك في الجولة العاشرة والحداشر مع الفاركو والاثناشر مع الداخلية والتلاتاشر مع طلاع الجيش الأهلي وبرامدز هيبة في الجولة الأربعة عشر قبل ما يلاعب البنك الأهلي وفي الجولة الستاشر هيلاعب أمبي ويختتم الدوري أو الدور الأول مع فيوتشار إذن المخطات البارزة البداية مع المصري الزمالك في الجولة العاشرة برمز في الجولة الاربع تاشر والإسماعيل في الجولة التالتة وختام الدور الأول مع فيوتشار دي أبرز ملامح جدول للأهلي يا باش مهندس الدوري وقرعة الدوري أنت تبدأ بما تشينش في منتهى القوة أنا أرى أن السراميكا كله بات رح تبقى مختلفة جدا الدوري ده والمصري عمل صفقات هائلة النواية من كامل أبو علي ومجلس إدارته خلينا أقول لك كأرقام وأسماء المصري جاب مين المصري جاب علي مهر مدرب فجاب محمد الشامي وبهر المحمدي وسامير فكري ويوسف الجهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور ولستويل أمانكونة وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وأماده دي جليدي دي استخدامات المصري من صفقات قوية لتدعيم صفوفه بعد ما تولى تدريبه علي مهر تعليقي على الصفقات دي محمد الشامي وباهر محمدي صفقتين من الإسماعيلي أفضل اتنين لعبة كانوا في الإسماعيلي الشامي مهاجم مميز جدا 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 وسريع خسر جرندو وكسب الشامي باير محمدي طبعا بخبراته ولعيب دولي لازم يتعمله سامير فكري أحد نجوم الموسم الماضي ناضج تماما أحمد عيد لعب وعد أحمد عيمان منصور برضو ناضج ناضج وواعد الاتنين الأجانب أنا معرفهمش ولكن فخر الدين بن يوسف مهاجم قوي جدا 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 مع مروان كان مع إسماعيلي ومع البرامنز مع مروان لا الشامي ومروان وفخره مش عارف إيه لا المصري يتاخد بجدية جامدة جدا جدا مع التركيز والناس اللي جاية حط قلبها زي الأستاذ كامل أبو علي في هذا الفريق ومدرب مليان مليان حماس ومليان يعني تركيز يعني بيتقال إن المصري اخد بالك من النوع هتبدأ طبعا أول مصر المطشين بتقول المصر حيبوا في برج العرب من دلوقتي اللي بتقول لي هو المصري يعني ما يروحش بورس عيد ليه طب المصري ما بيجيش القاهرة ليه المطشين في برج العرب مصر ما بيلعبش بورس عيد أي ما أنا فاهم يعني أنا عايز أقول مش عايزين النغمة دي خلونا بقى نهدي موسم معقول هادي شوية لأن خلاص بقيت اللي بنات يعني اتنادغت سكرها راح رموها بقى ولا يعني هتلزق في شعركو هتضطروا تحلاقو الحاجة جديه مش كويس يعني خلونا نبتدي موسم عاقل لا المبراش الإسماعيل والإسماعيل ما كفاية كفاية وقيعة يعني كفاية وقيعة بقى مش مستحملة والنبي فنتمنى موسم جيد سيراميكا المطش الجاي طبعا أيمان الرمادي برضو هتقول لنا إيه الجداد اللي عنده جاب علاء يحيى وخد الإعارة أحمد قندوسي ويشترى كمان إسلام المزيل طيب كلها صفقات مهمة وإيجابية ومميزة اللي حيعنينا واللي حنتابعه ويهمنا إنه ينجح جدا 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 القندوسي لأنه ده الغرض من الإعارة الأسبوع الثالث إيهاب جلال مع الإسماعيل والإسماعيلي طبعا لزروف الوقف القيد ما تمكنش من تدعيم صفوفه لكن يبقى الإسماعيلي يبقى الإسماعيلي ومعه مدرب بقى يستطيع إنه هو يتغلب على هذه الصعاب و أي العين بتلف لف ما علينا قول لا مش هقول نتمنى من إيهاب يركز مع الإسماعيلي يعني يعني يستطيع إنه يعوض الغيابات الصعبة ونقص التدعيمات نتمنى من مجلس إدارة إسماعيلي أن يجد الدعم اللي بيلقاه غيره عشان يتغلب على مشاكل هي بالنسبة لإسماعيلي ما يقدرش عليها الوحد نتمنى إن كل ناس تقدر تساعد الإسماعيلي لازم تقف معاه هذا النادي العريق صاحب بصمة مميزة وطعم خاص الرئيس القرعة في العاصمة نصر أبو الحسن رجل عائل نصر أبو الحسن رجل عائل ونتمنى إنه هو يبدأ يلم الشمل وبرضو الجماهير تلغضب الكتير ده ما يعني التصرف الغضب القرعة بقى وأجواء القرعة أنها تتلام في العاصمة الإدارية قبل من وفع عند المصر أو الإسماعيلي عاصمة الإدارية ترجمة شوف كل الأحداث اللي بتروح للعاصمة الإدارية بتقول خلاص المشروع ده موجود بإمكانات مختلفة يعني العاصمة الإدارية قيلة أن المؤسسات الحكومية والإمكانات اللي هتكون موجودة فيه من ناحية الإدارة والفنون والمال والتخطيط يعني عاصمة تخطيط على أعلى مستوى والأحداث اللي بتروحي نجد ده خطوة جيدة عشان تفاهم الناس إن الحياة بدأت تدد فيه أرجاء هذا العمل واضحوا كمان الحفل لما تابعناه حفل معمول حاجة أنيقة أنيقة لأن الإمكانات اللي موجودة أنيقة جدا أي وتنجح أي حاجة والمفروض كاميرا الآلي كانت هناك النهاردة في القرعة فأتمنى أن تكرار يعني أنت لما رحت العالمين عملت المهرجات الناس شافت محتاج تسوق قد ما الناس شافت بعينها وشوفنا الإقبال من الساحة العربية على الساحل الشمالي وتحديدا على العالمين كانت عاملة إزاي محتاجين نسوق أنفسنا من خلال إصدافة الأحداث ده أحسن شكل أشيال التسويق تروح للحدث وتعيشه وتتعامل معه الناس يشوفه فحسنا أن كل الأحداث تبقى معمولة في العاصمة الإدارية عشان الناس يشوف ما تم إنجازها أن أنت تعمل حفلة بهذا الشكل في الوقت اللي الناس بتتكلم على المسابقة المصرية يعني بعرقتها بقيمتها بشعبيتها برضو طيب كانت محتاجة إحنا مشكلتنا إن إحنا دائما ما نعبر عن قدرتنا في التنظيم الجيد التنظيم الجيد للأحداث ولكننا نفتقد التنظيم الجيد في إدارة المسابقات في إدارة تطوير الرياضة لأن بتأخذنا بعض الأمور الشخصية في إدارة الأحداث كلنا بنبقى خلف الحدث كلنا حتى لو الحدث يخص نادي بتجد كل بتعامل معانو يخص مصر فبينجح عايزين نتعامل أيضا في الستراتيجي في السياسات في إدارة فلسفة الإدارة من كل حاجة احنا بنعملها عايزين نوصل لإيه عايزين إيه القيم اللي نزرحها من خلال هذه الأنشطة وعايزين نتمسك بيها بشكل محترم وجاد اللي يقدر ينظم الحدث يقدر ينظم الاستراتيجي تقول ليه يقدر ينظم الدورة كويس تقوله إيه هقوله برافو عليك لو استطاع أنه حل المشاكل لكل الناس إنها تاخد حقوقها بدون ما حاجة تجور على حاجة الكابتن عامر حسين مدير إدارة المسابقات ورجل الدوري الأول مساء الخير يا كابتن عامر كل موسم ونت طيب تحياتي وتحت المسعد استباحنا واستباح الملك لله مبروك الحفل القرع الشيك أو النهاردة وبداية طيبة إن شاء الله يعني الحمد لله يعني شكل كان كويس إن شاء الله يبقى المضمون كويس كمان يعني تقدر تحل الصعب والمشاكل اللي موجودة الفترة ليلة إن شاء الله قبل ما أسألك على الجديد بقى في اللايحة والوضع عايز أسأل على حاجة في الأرعة فجأة بقت كل الناس تتكلم دي أرعة غير موجهة هي كانت الأرعة بتبقى موجهة وإن فرق بين أرعة موجهة وأرعة غير موجهة في الدوري لا يمكن من سنين طويلة كانت كان فيه فكر إن قراط الزالك والأهلي وقاعد في الدمالك تبقى في آخر مباراة في الدور الأول وآخر مباراة في الدور الثاني إنما إحنا بقلنا سنين دلوقتي خلاص الموضوع ده انتهى وبتخش الغرعة كل الأرقام بتخش مع الأندية حتى كان فيه بعض الأمور اللي كان بستهل علينا شوية حتة لما بيبقى فيه أندية مشتركة في ملعب واحد فكنا بنبعدها عن طريق السويتشات لأن الجدول الموضوع اللي بيجي من برا الموجود في العالم كله ففيه أرقام ما بتقابلش بعض في نفس الملعب في نفس الجولة انتهى واحد برا واحد جوه فمسلا إنه الآن اللي طالع رقم تمانية فيه مقابل رقم ستاشر مايلعبش في نفس الجولة في ملعبه فكنا بنعمل كده زمان عشان خاطر نبعد الأندية عن بعض الشركة في ملعب واحد عشان ما تعزلناش في الجدول اي ولكن برضو بعض الناس الحقيقة اللي بتحب تقول كلام يقلع الناس يقولك لدي موجهة ده مقتلين أرقامنا اللي معينة فبقى لي ثلاث سنين مبطلها دي كمان وبتعزب أنا في الجدول عشان فيه بعض فيه أندية كتير بتلعب عامل عبواحد اي فبقى للأيام عن بعض ماتشاتهم عن بعض في أيام مختلفة طيب القرعة سهلة كده قدام الناس هم رقم واسم وخلاص على كده تمام الجديد في الدور السنة دي يا ريتول هولنا كده من ناحية العقوبات ايه الجديد اللي أضيف في العقوبات الحاجة الوحيدة الجديدة نظام حضرتك قلنا بلكده على أن فيه إدارات مختلفة بيتدير المباريات التحدي الكورة السوبر والمكاس مصر والربطة الدوري مكاس الربطة فبالتالي يخلينا الدوري مكاس الربطة حتبقى العقوبات بداية من الموسم بداية من الموسم ده هيبقى العقوبات مرتبة على بعض الدوري مكاس الربطة يعني كاس الربطة أصبح الاشتراك فيه ملزم السنة دي؟ هو ملزم ومحطوط له هي إجباري ومحطوط له لاي حياة طب اللي اعتذر عنه في عقوبات لمن يعتذر عن المشاركة في كاس الربطة؟ في عقوبة إنه مفروض إن كل نادي دي مليون جنيه في الشاركة في الدوري فأدي تفئات خصم منه طب هو مليون جنيه عشان يشارك في الدوري مش في كاس الربطة؟ ولا مضافة إليها؟ لا ما هذه الفلوس المضمونة فلوس أحطها من الربطة بقى فهي دي الفلوس اللي في جبل التحال فأنا أخدها من الباطن يعني يعني إنما ما فيش إقافات ما فيش يعني خاص ملقات ما فيش حاجة؟ لا 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 صحيحة المفروض إن هي دي مليون جنيه إذا إن هي مازالت بطولة يعني في مرحلة التطوير اللي تقصده بحطة العقوبات متدخلة مع بعضها أو مرتبطة مع بعضها يعني اللعب لو خد نظارين في مطش للدوري أو هيتوقف في مطش هاتل الدوري يتوقف في كاس الربطة معاها ما يتوقفش في كاس مصر إبو سلتين متبطين بعض لا كاس مصر الواحد والصبر الواحد كاس مصر الواحد والصبر الواحد الدوري مرتبط بكاس الربط يعني اللي توقف في الربط هتوقف في الدوري. ايوه. ايوه. طب انا مش اللي قاعد. طيب ده ده في الجزية ديت. الانذارات ما زالت زي ما هي ولا زودتوها. لا زي ما هي. اللي هي بعد الانذار التالت. اه. رئيس لجمة الحق. انت روحت اه الكلمة في النص يا عامل بيه. اه. فقالي الاوضب كده يعني اللعيبة تبقى حريصة. على الاعتراضات. يعني طب الانذارات بتاع الرابطة. ايه. تضاف الى اه انذارات الدوري. ايه. هي والدوري اه. هي والدوري مرتبطين. اه. يعني خلاص. كل كل حاجة مرتبطة. اه. الدوري والربطة فقط. لكن الكاس لوحده والصبر لوحده. والصبر لوحده. طيب. اذا البقاء زي ما هو بعد الانذار التالت بيتوقف مباراة. تمام. طبع. الجواز الاول مرة سنادي نلاقي فيه جواز لبطل الدوري وللمشاركين. اه. او مرة تحصل بعد الرعي الجديد اه. اه. واعلن على النهاردة النايب احمد دياب. كم الجواز دي. عن المكفآن. خمسة مليون البطل. ايه. خمسة مليون دولار طبعا. اه. خمسة مليون دولار. البطل خمسة مليون والتاني. خمسة مليون جنيه والبقى كل مليون لكل شارك بياخد مليون. اه. التاني والتالت والرابع. كله كل واحد من التمنتاشر ياخد مليون. والبطل بس ياخد خمسة مليون. ده في اخر السنة? اه. طيب الملاعب بقى. الملاعب والجمهور. الملاعب احنا عارفين ان الاهل ملعبه استاد القاهرة مش كده? في الاهل وفي الزمالك وفي يوتشر. والزد والبنك الاهلي. طب انا اسهل السؤال بس يا عامر بيه. طب الاهل والزمالك علشان الجماهير. وعشان الكنترول الامني. لكن اندية الشركات اللي ملهاش جماهير. ليه يعني ان احنا نضغط على الاستاد بالطريقة دي? ايه ايه يعني فصر لي او اقول لي ليه? زدوا البنك الاهلي وفيوتشر التلاتة مش كده? اه. انا كان فيه سراميكا كمان وبعدين نستشارك اه المسؤول في استاد القاهرة. الاتشارك الاجنبي. اه. اه. ان حضرتك عارف ان نجيلة ده نوع معين. مش موجود الا في مصر هو الحاجين. يستحمل خمس فرق بس. اه. فقال نستحمل خمس فرق. انما قالك سراميكا ده بلاط. قالك سراميكا ده بلاط هيبوز الملعب. يلعب على البلاط. لا لا عشان هو اخر واحد كان قدم. فكم ستة فكان. اه. يعني انا 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 جات لي خاطر كده. يا عامر بيه. لدي السكة الحديد. ايه. عنده مدرجات وعنده ملعب. يعني بشيء من الدعم البسيط ممكن يبقى ملعب رائع جدا. يضاف الى الفرق وهو جنب الاستاد. يساعد يشيل لو اتعمال الارضية ممتازة فيه. يساعد يشيل عن اه الاستاد شوية. وبرضه ممكن يتأجر وممكن يعني يجيب اه مصاريفه. لو الاتحاد يقدر يساعد. ايه? 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 ايه رأيك في الاختراح ده? انت عالطريق. يعني اتحده كرة. اه. اه. الموان سعد لي كان بيسألك اتفضل. الاهلي كان اخذ سنة السك الحديد وكان زبط الارضية وغرف الملابس. وتلعب عليه سنة في بطولة افريكا الاهلي عافية. ايه? ايه? قاعد مد تموسم في السك الحديد. ايه بس الاهلي بجماهيره ممكن نقول المنطقة دي ما تستحملش الضغط الجماهير. عشان كده بقولك دي تبقى للاندية اللي جماهيرها مش كبير قوي. وتقدر تشيل معا. الستاد شوية. والاتحاد يساعد في. يساعد في. في نوعية الملعب. وفي نفس الوقت ياخد جزء من الاراضي. يسترد الفلوس اللي. بس نوجد حلول تانية. احنا محتاجين ملاعب. يعني. يعني النهاردة. فيتر سبورت الحقيقة. وهيئة. وهيئة جديدة. فممكن ايه لو. والضابط. ايه. بيقولك لو ان جيلة والضابط كانت تصلح ان الاندية تحتاجها. ايما هو احنا نساعد. انت معانا لساعد. طيب. يعني يعني. لو نستفيد بخبرة الاستاد في نجيلة السكة الحديد. والاتحاد يساعد شوية. اه. انا ليه بقول كده. لان بيتر سبورت. خلاص بعمر واقعه. بقى جزء من الحل. الدفاع الجوي بقى. ملعب بيرامد. بس. هنعود لاتصال بالكابتن عمر حسين. بس بيرامد واخده لوحده. اه. ما هو ده كمان ممكن تفتح لاندية تانية. اه. يعني. انا عايز اقول ايه الملاعب دي. اه. تستخدم. برقة. اه. رقة جديدة. والكلية الحربية. الكلية الحربية. هنبطل. ولانهم ما بيقولوش حاجة يعني. اه. اه. ساعة الجادة موجد برضو للشركات. وملعبها كويس جدا. اه. واستاد السلام لانتاج الحرب. اه. السلام هو مشكلة انه بعيد شوية على شركاته على الحاجات دي. اه. لكن هو بياخد فرقة كتير. اي. مع ليه ضغط هو كمان السلام. اه. طيب فكرة ان احنا يعني في كزا نقطة مع. يا كابتن عامر دلوقتي. موضوع السكة الحديد طبعا دي هيئة. اه. الا هي بتتفى مع القندية. فكرة كويسة طبعا مستحن. لا لا بس اتحاد الكرة لو رحلوهم. وقال ان انا هساعد وارجع لهم من الفلوس. حيقولوك. يا سيدي كواسي. تبتكر انت. لو اتحاد الكرة قدر يعمل ملعب زي بتاع الاستاد في السكة الحديد. القندية الشركات هتقول لا مش هروح. هتروح. طيب. الجمهور كان النائب احمد دياب قال ان فيها زيادة السنادي. الاخبار يا كابتن عامر. الله يا ربطة قدمت. اه. دمنا الان. وناخد نصف الساعة لكل ملعب. لان في ملعب طبعا. اه. استعبتها بتبعوا ليلا. زي البستاد السكندرية. اتناشر الف ستمية. اللي كونة. اقل المحلة. فبالتاني درش نحدد عدد معين من الجمهور. فبالتاني درش نصف ساعة اي ملعب. ده في الدور الاول على امل ان الساعة تبقى كاملة في الدور التاني. اه ان شاء الله ما هي كلها متوقفة على الجمهور وتشجيع الجمهور للزيادة العدد. طيب. دي نقطة. النقطة. النقطة التانية الاهل والاسماعيلي المطشين في برج العرب. اه مفيش جديد اه. مفيش جديد. والمصري كله مطشاته في برج العرب. اه برضو مفيش جديد وكنت واقف مع المصريبين النادي المصري النهاردة قبل القرى. وهم عاملو محاولاته. كان عاملو محاولات الاستاذ السويس مش كده. اي اه والاسماعيلية كان عدر حل اسماعيلي. ام. طيب. هو المصري والاسماعيلي بيلعبه بيلعبه في اسماعيلية بورسعيد لا لا لا. فبرج العرب. المصري ما بيلعبش براة. محانش بيلعب في بورسعيد خلص حتى مصري. انا انا اعاه. انا عارف ما بعد السؤال طبعا. اه هو الاسد الاسد لسه بيتعمل يعني الاسد تم هده. انا بصراحة برد على لسان مسؤول. قبل الناس ما تبتدي تستغل النقطة دي. في اللوك لوك تاني من جديد. والوقيع بين الان دي. يعني اذا كان المصري والاسماعيلي ما بيلعبوش. لا ببور سعيد ولا في الاسماعيلية. مركزين مع النادي الاهلي ليه. ما هو الاخر ما بيلعبش ايه. لا في القاهرة ولا في الاسماعيلية ولا ببور سعيد. يعني بروح لل. والبلدية الغد الوقت برضو مفيش موافقة على ملعبها. هتلعب غالبا في غزة المحلين. ايه بس المحل ايه. في مشاكل في عندية كتير يعني. في مشاكل في ايه. ايه بس البلدية والمحل في حتة واحدة يعني. طيب. عندنا مشاكل بقى في انت بتبدأ هتبدأ تمنتاشر تسعة مش كده? اه ان شاء الله. الاهلي والمصري يوم كم? لا لسه بقى ده انا هارجع بقى اسكندرية كده. اه. واعد اصحر بقى الليل تلاتة اربعة ايام. اه ده عايز اقعد على البحر عشان انت حاولت. عشان هشوف اللي بيلعب في افريقيا يوم من جمع واللي بيلعب السبت واللي بيلعب الحد. اه. والنهارتك عارف ان احنا في سبتمبر لو بدأنا من سبتمبر كده. اه. عندنا يوم خمستاشر الاهلي مع اه الحد العاصمة ان شاء الله. ايه. وعندنا جولة افريقية خمستاشر ستاشر سبعتاشر. التحدي الافريكي نقل المباراة الاهلي بتاعتها يوم ستاشر. للقاهرة. للقاهرة بقت يوم اربعة وعشرين. اه. تحل شوية دي? اه تحل طبعا اه. فمحتمل الاهلي والمصري بقى كان بقى تسعتاشر ولا كام? ما قادرش اقولها عشان في اه عندها كتب تلعب في اسكندرية. اه. نفس الجولة. اه. فما الامن ميرضاش يلعب اللي مباراة واحدة. عشان الامن ما يبقاش هنا وين اه. اه ما يبقاش هنا واحدة ببرج العرب واحدة اسستاد اسكندرية. احنا عندنا اثنين بلعبوا في اسستاد اسكندرية للاتحاد واسموحة. وفي اثنين بلعب برج العرب المصري وفاركو. فانت عايز سناء يوم ما يكونش في لعب في اسكندرية. اه. فلازم نوزع المباريات على الملاعب والايام في اسكندرية. اه. زي ما بوزع الخمس اندية بتاع القاهرة على اسستاد القاهرة. فالامور من السهلة يعني بنقدر نربطها. ومباراة تانية لسه ما تحدزلتش طبعا. ودي من دين المشاكل الاتحاد الافريكي بيحقيقة بيصدرها لنا. اي? ان ايه. انه يختار يوم التلاتة. انت بتبقاش عارف انت بتحط الجدول. هيبقتين يوم تسعة وعشرين الجولة التانية ولا تلاتين ولا واحد. هم. فلازم تبقى متحددة لو متحددة تقدر تقول تعمل الجدول بدقة يعني. طيب. وبعدين طبعا فيه في اكتوبر في شهر عاشرة عندنا برضو. عندنا اجندة من يوم تسعة ليوم سبعة وعشر. دي اللي انا كنت عايز اسألك فيها. لانه هتعمل نفس الازمة مع فتوريا والاهلي. المنتخب عنده اجندة دولية والاهلي عنده مباراة سيمبا التنزيل. يوم عشرين. اه. وفي نفس الوقت الاهلي في حالة توصول الاهلي ان شاء الله دور المجموعات. يوم اربعة وشيني مفوض الاهلي عنده جولة. الاولى في دور المجموعات. اه. فلازم هتتأجل برضو. هتتأجل تلوح فين برضو انا ما اعرفش. طب هو الفكرة. الفكرة. احنا مش عايزين نبص على الاهلي بس. هل الاندية المشاركة زي اه بيرامد و اه و زمالك و اه و اه و فيوتشر. هل عندهم برضو مع المنتخب تدخلات ولا لا? لان دي كلها مشكلة. لا الاهلي بس اللي عنده يوم عشرين بالدور السوبر الافريكي. اه. بعد يوم سبعة عشر. عشان هو بس السوبر. لا انا بتكلم على 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 الاجندة الدولية بتاعت المنتخب اللي بعد كده. اه لا بعد كده بشهر احد واشر فيه من يوم تلتاشر لواحد وعشرين. اه. وطبعا اه حيبقى فيه مشكلة تقريبا قبلها. ده مع الاهلي ولا مع مين? لا لا فيه مشكلة في المعاد واحد مع الاندية اه. كل الاندية. ده اللي اخضع ليه? الموضوع اكبر من الاهلي كمان كده دلوقت. طيب بالنسبة للاهلي والدور الافريقي. الاتحاد الافريقي قال لك محدش يلعب من الاندية دول وطبيعا محدش هيعرف يلعب اي ملشات محلية من عشرين اكتوبر لحداشر حداشر مش كده? انا مش هارف الجملة دي طلعت زي انه قال محدش يلعب اصلا محدش هيزر يلعب. محدش هيعرف يلعب. هو نفسه هيلعبه كل تلت يام. بيلعب ست مطشات منهم تلات سفريات. اه. حاجة شبه مستحيلة يعني في تلات سفريات. اه. وبيلعب واحد عشرين يوم. ست مباريات يعني صعبة جدا. اه. ربنا مع معهم ان شاء الله. طيب. وشهر اتناشر طبعا عندنا الكس العالم الاندية. اه. طبعا الامور اه. شغل انا عايز احاوي. اه يعني عملية صعبة. اه. اه. هو الحل بقى ان الاهلي يستنسخ. اه. اه. تقولي بقى برضو في نفس المشكلة اه. بالنسبة للاهلي. المواعيد بتاعة المنتخب اهي واضحة. وكلها متدخلة مع بعضيها. هل في توريا بدأت شرح له الامر بحيس يبقى مدرك ده ولا حندخل في الصدمات تانية. انا قلت لجمال بيه علام. اه. ينبع على الجهاز. في المباراتين بتوع شهر عشرة. ان هما يعني يحاولوا قد الانكامل. المبارات تانية ما تبقاش. في اخر يوم في الاجندة اليوم سبعتاشر. اي. اي. اللي عنده يوم عشرين. اي. بان الحمد للهنا في شهر عشر دي اجندة ودية مش رسمية. اي. هي اي احداشر هي الرسمية في كاس العالم. يوم تلاتاشر دي واحدة عشر. اه. ودي ما فيش حاجة مشكلة بعدها. وفي شهر اتناشر برضى الكاس العالم الاندية من. هي من يوم اتناشر. اتنين وعشرين. اه. يعني ما ان شاء الله يعملوا حسابهم يعني في المبارات الودية بالاتفاق مع الاندية. اه. مع المنتخبات الثانية. في المغراتين بتو عشر عشر. نقدم يومين. وهو كان ممكن مرض الارتحاد الفريكي كان ساعدنا في الاجندة اللي فاتت في المشكلة اللي فاتت. ان هو كان نيرحى اليومين. والله حاليا كانت انتهت المشكلة كلها. انها ابا احمد دياب النهاردة قال الدوري يخلص تلاتين سبعة. ده فعليا ولا بنحلم. يعني اتمنى ما يكونش حلم يعني. هو مصمم على كده. اه. مش عارف هتجي زي. ولا احاول اعمل كده. اه. طب. هل هتحول على حساب الاندية المشاركة في افريقيا. القاعدة بتاعة الثلاث مطشات في حال انه بيلعب في الداخل. واربعة لو بيلعب في الخارج. لسه سريع مع الاندية الاربعة. ولا هتتغير. لا هي اللي هي هي. هي هي. مش هينفع تتغير لانه هتلعب اهل من ثلاثة ايام ازاي. لا ده اختصرهم يوم. ده. لا لا رجعت زي. ايو كده. هي لثلاثة واربعة. هي هي. بس فرق ان احنا كان اثناء دور. المات البيني في. اه. في الادوار الاقصائية بقى. ممكن ايش بنلعب. فالمرة دي هنلعب بيه. هتلعب تلعب ازاي. طب هو اصلا اسبوع واحد اه كابتن عام. ما انا اقول له حضرتك لو فيه فرح ثلاثة ايام او اربعة ايام هنلعب. طب نفس دور المجمعات اسبوع واحد فرح. نفس المشكلة. لا بس هو في الادوار الاقصائية انت ما عندكش فرصة للتعويض. يعني هتلعب سيمو فاينل او فاينل. ومش هيبه فيه اربعة ايام عمره. وهتلعب اسبوع في الغلب الاتحاد بيخليها اسبوع الافريقي. هتلعب في وسط يوم. الاتحاد الافريقي ما لو خلها يعني جمعة جمعة او سبت سبت. اه. صعب ان احنا نلعب. اه. انما مباراة جمعة واللي بعدها سبت حنقدر نلعب. شوف انا اتمنى بس انها تبقى معلنة للجميع من دلوقت. لا هي في اللايحة موجودة. اه يعني لانه بتبقى موجودة في اللايحة ويرجعوا يقول لك الاهل اتأجله. هي عامل بدي المشكلة اللي احنا بنحب نعيشها. لانها معناها ان فرقنا. اه. اه. وصلت لمراحل متقدمة. يا رب نعاني هذه المشكلة كل سنة. انا نتمنى ان انت عندها كلها يبقى عندها نفس المشكلة. طبعا. كان عندها كلها تكمل. مش يبقى كل الناس يقولك يمكن تتحلم نفسها. لا. الربطة كان عندها. لا ينفعش تتحلم نفسها لان احنا. الحقيقة ترتيبي للاندية المصرية والمنتخب. اه. اه. هي اللي بتسمع للقرى المصرية. انا عارف. اه. يعني ده اه. الرابطة كان عندها مشكلة في موضوع الجواز والاختيارات بتاعت التشكيل بتاع كل اسبوع. هل هيظل الموضوع تصويت جماهير ولا غيرته النظام? المهاردة تم الاعلان على الناس المسؤولة في الربطة عن الاعلان على ان هم يعملوهم. فيه صحفيين موجودين وفيه جمهور وفي. اه. يعني عاملين خلسة عشر في المية في كل حاجة كده. بس طبعا انا مش متذكرها اودي لقتي. اه. اه. مش تصويت جماهير فقط يعني. اه. اه. يعني هيبقى تصويت واحد بس جزء جمهور. اه. 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 او واحدة للجماهير واحدة للمتخصصين. اه. فيه متخصصين من الفاكر 25 في المية. والجمهور 25 في المية. والنقاط 25 في المية. اه. فيه هي متقسمة على الاربعة. النقاط مش متخصصين ولا? نقول الحزاب متقسمة على الاربعة. ممكن يبقى مدربين بقى الضم مدربين. مدربين اه. طب اعمل حساب ونبي في الليلة دي. عايز يصوت ويلم عليكو الدنيا. اخيرا بالنسبة للتحكيم انتو كالتحاد اعتمدتوا خطة بريرة ستة وتلاتين حاكم لادارة الدوري مش كده? هو عمل تصور من اخر نوسم اللي فات ولف على المحافظات قبلها واللي كان الحكام. على ان هو هيبقى زي ما الدوري فيه كسمة اول وتاني وتالك. والتاني بيصعد الاول بيطلع اوائل واللي فوق بينزل. عايز اعمل نفس الطريقة. وقال ان الحكام لازم تبقى زي اللاعيبة تبقى بفرمع مش كل خمس ست اسابيع يلعب مبارا واحدة. فبيفقد تركيزه وبيفقد التوزيع العادل يعني للحكام. اه فهو اللي اختار يعني هو اللي اختار الحكام والاعداد في القسم الاول وقسم التاني اللي هو دوري العشين النادي. قسم التاني اه الف. اه. فكل الامور دي هو اختارها. طبعا هيبقى في اعترضات. والحكام هتبقى تعترض اللي هو ما شايف. صحيح. التصنيف الاول. بس هو قال ان الباب هيبقى مفتوح يعني. اه انما هو الراجل مدام جبنا واحد بقى لازم حنمشي يعني مقتنعين مش مقتنعين. احنا لازم نسيب له. رؤيته تتنفذ. صحيح. صحيح. اه وفي الاخر نشوف لما نجيبه واحد بعدين احنا نتدخل وقول ده غلط وده صح ومنفعش من اولها. صحيح. ياخد الفرصة كاملة وهو بقى. لحد لحد ما اصحاب الليلة يبتدوا يقولوا له احنا حنمشيك. والقرار دايما بيجي من بره الاتحاد يا رئيس. ايوه احنا نفسنا احنا طبعا يعني واقفين. يعني لما يطلع لما يطلع الناس على شاشات التليفزيون. يقولوا الرئيس الرئيس اللاجنة حنمشيك حنمشيك. اه يعني. الموضوع ده صعب الحقيقة. الموضوع ده صعب لان احنا يعني اللف التحكيم ده الحقيقة اخد مننا سنين طويلة وكلنا عصرنا. ان كان اي حد بيجي الناس بتهجموا. من المصريين. من جبنا الاجنبي. اه راجل كان اللفات موجود ومشي. المرة دي بلعت الهجوم عليه. هتختار المتحدث رسمي ولا هيظل الاستاذ سويلم هو اللي بيطلع يتكلم. عاصل انت اعرف حدثك اه باشوانس انا مش اه مش عضو مجلس الربطة اه. اه مش دلوقتي. فانا طبع المعربش هم اتفقوا على ايه. انا المسؤول عن المسابقات. ماشي يا بي. كابتن عامر كل موسم منتطيب وكل ارعى والاتحاد والربطة موفقين ان شاء الله. وحذرتك طيبين ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا للكابتن عامر حسين. اه مدير ادارة المسابقات المشرفة على بطولة الدورة الممتاز. واعتقد نسخة جديدة فيها ضوابط كتيرة. فيها جوائز حتى وان كان يعني هي على الاد لكن اعتقد ان تبدأ خير من ان لا تبدأ. عملية الجداول وادارة المسابقات مع عملية مرعبة. اه. شاقة جدا جدا. قولك ملعب واحدة يلعب عليك. مش بس كده. الفكرة من ناحية الفنية. اه. طيب ما تشوف الليلة بتتضفر ازاي. صعبة جدا. صعبة. هنطلع على فاصل وبعد الفاصل نشوف الاقواس ما زالت مفتوحة لانه فيها كمان تفاصيل مهمة. اهلا بحضرتكم من جديد. اذا كانت الاقواس ما زالت مفتوحة. مستعدة لاستقبال المزيد من الانتصارات والبطولات للاهل في موسم. اعتقد شفته صعوبته مع كابتن عامل حسين مدير ادارة المسابقات. وادي الموعيد كلها متداخلة. والامور اعتقد فيها صعوبات حقيقية. فاذا كانت القرعة الدوري اجرية النهاردة والاهلي عرف ما صاره في الدفاع عن اللقب في الموسم الجديد. فغدا يشد الاهل الرحال الى المملكة العربية السعودية. ساعة ستة غدا ان شاء الله. البعثة تسافر الى السعودية برئاسة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي. والقايمة باللاعبين الجاهزين اللي تم تسجيلهم في قايمة مباراة السوبر مع جواز التعديل لغاية يوم الاربع. يعني الاهلي معاه فرصة لغاية يوم الاربع. يقدر يشيل اي حد لعب اذا اصيب او غيره عنده محمود متولي كان اصيب. وهيضيف اي جديد على قايمة التمنتاشر لعب. المباراة مساء يوم الجمعة ان شاء الله امام اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر بين بطالي دور الابطال والكونفيدرالية. ان يستهل الاهل الموسم بكأس جديد اعتقد فرصة كويسة. اذا ربنا سهل وعملتها. ان شاء الله. هتريحك في حاجات كتير جدا. والناس طواقة جدا. هتشوف الفرقة الاول مرة في معترك رسمي مرة واحدة. ويمكن ده حرص مستر كولر الى حد كبير علي انه محدش عارف. اه تفاصيل عن المباراة الودية حتى افتاح اطلاع الجيش النهاردة. في حرص يعني منه. وده حقه. اه. يعني اذا كان ده حيدي له نوع من التركيز او التجريب. مش عايز يبقى تحت ضغوط الفلسفة والتنظير عليه من كل الناس. اه. بس انا يعني اه. يعني انا متفق. بس انا عايز اقول حاجة. لبعض الناس اللي بتروح. اه. وتخرق هذا الحذر. اه. الفني. من بعض الجماهير. وتصرق وتصرب لقطات. بطريقة او اخرى. اي. اه. متصرب بعض اللقطات النهاردة. وكان في زعل. من بعض المشجيه الاهلي نفسه. اه. قالوا ده مش معقول يا جماعة. احنا يعني ابسط حاجة. تساعد بها في رئيطك. انك تلتزم انت كمشجع. انما التلصص والدي مش شطارة. ولو هتعمل ونورها ميزات او فلوس حتى يعني. طبع. فين حبك للنادي الاهلي. ولذلك انا يعني اللي يعمل حاجة زك كده واتمسك. يجب ان يحرم. من المطشاط بتاعت النادي الاهلي تماما. طيب احنا اتكلمنا على استعدادات الفراء. وتكلمنا. يعني مبدئيا المباراة الاهلي والتحاد العاصمة. طبعا مباراة مهمة جدا. وعلى كأس السوبر. والفريق جزائري ليه كل الاحترام. والتقدير. لانه بطل كونفدرالية كمان. والمباراة في السعودية. الاقبال الجماهيري كان كبير. ووضح انه جماهير الاهلي في السعودية. منظمة رحلات من كل انحاء المملكة. لو حصلوا على التذاكر. وده الرابطة. الجزء اللي تم طرحه. اه ما اقول لك. دي الرابطة لما تواصلت معايا. كان بهدف تنظيم هذا اللي انت بتقول عليه. رحلات. والناس تروح متنظمة. وتروح بدري. وعارفة انها هتخش. والكلام ده. اي. ودي لصالح اي حدث رياضي يعني. نتمنى دايما الملعب في كل مكان تبقى مليانة. لانه من اجل هذا تلعب الرياضة. ان الناس تشعر بدفء. المتلقي. وترجمة فورية الادائك. اه. وحنطالب مرة واثنين وثلاثة بالالتزام الجماهيري. مش عايز حد يعبس. اه. في التحديات الجديدة بقى. حنخش بقى التحاد واهلي. و و و و و و اندخل الكورة في حاجات تانية. خلينا نلعب السوبر ده. وإحنا مركزين في في الماتش ده. اه. 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 كلنا يعني امال ان تظل المفاهيم الرياضية سائدة. بنا وبين بعض. لان يا جماعة غير كده الرياضة هتبقى مش حلو. اه. طيب. الاهلي لما احنا بنتكلم على المنافسين دعموا صفوفهم بمين الاهلي احتفظ بهم ودربوا. اللي مرت سنة كاملة على توليه المهمة مارسو الكولر في مثل هذه الايام من العام الماضي كان تولى المهمة. وعمل موسم كبير جدا مع النادي الاهلي. الاهلي حافظ على استقراره الفني. استقراره في حال الإعلان عن صفقة اللاعب الفرنسي أنتوني موديست حتى الآن من دعم الأهل صفوفه بيهم أنت رؤيتك هل ده فعلا حقق النواقص المطلوبة أنا كده بشتغل كمشجع له رأي أو ناقد بينظر أنا اللي عايز أكون ده ولا عايز أكون ده في اللحظة دي لأن أنا دائما أرى أنه إحنا ضغطنا كتير قوي على النادي الأهلي وعلى جهازه الفني وعلى إداراته المختلفة عشان لنا وجهات نظر في التدعمات التي ينبغي أن يحصل عليها النادي الأهلي في عين اختيارات الجهاز الفني المفروض أنها تكون تحقق يعني لو انتهى ضم هذا المهاجم على خير وحنتكلم في سماته وحنتكلم في دلالاته هو ليه سنة وليه كبير في السن بس الأول أنا كنت عايز أقول حاجة قبل ما نسى أنت بتقول استقرار الجهاز الفني لا الجهاز الفني تم تطويره مش استقراره بس الجهاز الفني كولر طلب تدعيمه تدعيمات فنية فجاء له المدرب المساعد المدرب اللي طلبه بالنوعية اللي طلبها بالتخصص اللي طلبه طلب أجهزة تدريبية جاءت بالكامل واقف رجعانها بالكامل أي لتطوير الأداء تنوع تدريب بقى هتدي لك أنت تنوعات جديدة إذن طلب تعديلات في أجهزة معاونة إدارية وطبية أو حصل عشان ما خشش في التفاصيل ونقعد نتناقش طابوليو عشان إيه والكلام ده إيه لكن حصل تعديلات وما زالت التعديلات الطبية ما زالت مستمرة إذن هناك سعي سعي لاستكمال العمل الفني والإداري داخل الفريق بشكل مختلف هيصفر عن إيه المفروض إن اللي عامل كده شايف إن ده يساعد أكتر هندغط عليه بقى برأينا واستعجلنا عن نتائج ومش قلنا لكم وقلنا لكم هيبقى فيه غلط من جانبنا سيب الكلام ده للناس اللي هي أرشى ملحة الأهلي مش جماهيره أرشى ملحة الأهلي طبعا كل ما تعمل حاجة هو فيه في الدنيا إعلامي يطلع ينتقد صفقة لنادي هو ده دوره يقولك كبير في السن وواحد تاني يطلع يقولك هي دي بقى سياسة الأهلي هو أنت أنت بتنظر على مين هنا أنت بتنظر على مين أنت مالك ومالك كل نادي يرى ما يرى أنت تنظر على النتائج التي تحدث لو عايز يعني لو تملك القدرة على التنظير وفيه ناس مديه لك الحق ده بتتكلم على ما تصفر عليه الرؤى الفنية في الأندية إنما تسابقها على طول بوجهة نظرك ده مش من حقك ولم تتوقف أمام فلسفة التعاقد ملاعب كبير في السن لمدة سنة قبل أنها تزيد وأنه يقبل هذا الكلام دورها مجهود مضني و الكواليتي بتاعت اللاعب واحد يقول لك جاي بجولين بس آخر السنة بس يلاعب كل المشات مع النادي الذي كان ينافس للرمق الأخير واللحظات الأخيرة على بطولة الدورة منذ خسر الدورة في الأهداف موجود لللحظات الأخيرة إذن كان المدارب اللي شايفه كان بيقادي دور فني مش دايما الترجمة بالأهداف هناك أدوار فنية ولذلك مثلا لما كان سوزة ناس طلعت أرقامه وقالت إيه ده هو ده اللي متمسك به ليه كولر هو شايف له دور فني طيب كولر شافه فجأة لا كولر مش عايز أقول لك الليلة كانت ماشية إزاي وعنده معلومات عنه عن غيره من بدري لكن ربما كان شايف ده إن الحل إذا لم يستطع أن يحصل على الحل النموذجي يبقى دايح الليلة في اللحظة دي وفي التحديات اللي جاية دي بشكل جاية جدا هو ده اللي أنا عايزه على قد التارجة اللي جاية وإحنا ماشيين وما زالت الأخواص مفتوحة ما زالت الأخواص مفتوحة مش هتتوقف أبدا وإذا توقفت يبقى في حاجة غلط العمل الداعم والعمل والعمل السكاوتينج والعمل أنك تتابع الحركة خارج النادي الأهلي محليا وإفريقيا وكبار وصغيرين إذا توقفت يبقى فيه تقصير والناس اللي بيتلوم لا ما فيش تقصير العمل مستمر والشكل بيتكامل كل يوم والتاني الفني بتاع إزاي تقدم المعلومة السليمة بالشكل اللي محتاجه المدرب وتكون بالترجم واقع فني سلوكي طبي مادي وبعدين واقعي إنك تقدر تجيبه ممكن كل داي توافر ما فيش واقعي ما تقدرش تجيبه واخد بالك بنتعلم من تجربة سابقة إن احنا يبقى فيه بدايل كتير فيه البدايل اللي أنت عارف إمتى تخلصها مش أنت اللي بتختار التوقيت للنادي الآلي ياللي بتنتقد ومش أنت اللي بتختار اشمعنا ده لكن لو أنت عندك القراءة الجيدة لشكل الاتفاق هتعرف كل حاجة معمولة ليه وبالطريقة دي ليه وتعرف إن وراه فكر مش عشوائي فأنا أرجو إن احنا عشان أصعب حاجة إنك تشتغل وتتعب وبتعب وتجد ناس ما تعرفش أنت مكلف بإيه ما تعرفش إيه دورك ما تعرفش متى يأتي مرحلتك وتحملك حاجات أنت ملكش قرار فيها لكن ليك دور فيها الفارغ إن يبقى لك دور وإنك تبقى القرار كبير جدا القرار فوقي موجود عند أهل القرار يملكه المشرف على الكورة يملكه ويساعده ولجنة التخطيط ويحسمه الرؤية الفنية والرأي الفنية والأجهزة الباقي دي كلها أجهزة معاونة كله معاونة اللي بيقدمه اللي بيخترعه بتنصيق مش كل واحد على مزاجه كل واحد بيشتغل بشكل منعزن على الآخرين فالدنيا بتبقى باينة قدامنا كلنا لكن ما احناش عارفين حتى انتهي على إيه لأن القرار مش عندنا ولو عرفنا مش مفروض حد يعرف حاجة عن اللي عرفناش بس دا الموضوع بخصار يا أستاذ إبراهيم دا كلام مهم جدا لكن لا تزال الأقواس مفتوحة بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد إلى قواس مفتوحة ويسافر إلى حدث مهم فريق الأهل بكرة إن شاء الله تعالى السادسة مساء إلى الطائف للقاء التحاد العاصمة مبدئيا توقعتك ايه ما فيش حاجة اسمها توقعتك انت دا ونبي توقعتك انت شفت الفرقة انت تعرف مين جاهز ولا مين مش جاهز أولا دا في بداية موسم اه أنا معرفش النجل يوصل لحد ايه فيه حتى العمل الفني احنا مش شفناوش لأن الراجل فيه قافل قافل على الفرقة ايه رأيك في الفكرة دي كويس جدا القافلة مش عادي الراغي اه يعني انت بمرحلة عايز كامل تركيزك مش عايز الناس تبتدي تتقيم إعلاميا ومن الجمهور ويضغط عليك وبالإضافة انك مش عايز تتبرع بمعلومات فنية للمنافسين طيب انت مش عايز تقول الاهلة هيعمل ايه في السوبر سيف زاهر قال الاهلة هيعمل ايه نشوفه كولر السوبر الافريكي هيعمل ايه هيعمل ايه واحد يقول لي هو كولر يا جماعة ممكن يعني يخش مباراة كبيرة زي كده بصلاح محسن وكهربا هل ده ممكن يبقى موجود ردا على السؤال ده ردا على السؤال ده كولر لعب السنادي بكهربا ومحمد شريف ومحمد شريف ملعبش يعني على مستوى دقيق كبير كهربا هو اللي كان اللعيب الدائم في المكان ده وبعده بيرستاو ومجابش بطولات كتير يعني لم يوفق قوي ما خدش غير دوري وكاس وسوبر وبطولة أفريقيا وفيه بطولتين كانوا معدين كده يعني ما سابش حاجة لأن فيه واحد يقولك إيه أنت هترعيد تجربة توظيف كهرباء تاني كمهاجر تجربة إيه ده داخدغ الدنيا بالطريقة أو بالشغلانة دي كأخذ كل البطولات كسب كل حاجة فإذن بالتشكيلة وبالخلطة دي وبالخلطة دي النادي الأهلي أخذ كل البطولات هو ألعب بطريقة سخيرة آه هيلعب بالطريقة دي خصوصه أنه مكسبش حاجة يعني هو أنا دي هنا النقطة بقى التزيد على العمل الفني أنت ما بيتش بس عايز نتائج أنت عايز نتائج بالطريقة اللي ترايحك أنت بمفهومك أنت ويجوز أنت صح على فكرة بس هو اللي شغال واختار الأسلوب ده وعمل بنتائج خلصت خلصت أنت عايز تطلع وترتاح للطريق الصحراوي رح واحد واخدك في الطريق الزراعي اللي أنت ما بتحبش تمشي فيه لقيت نفسك وصلت أسرع ومرتاح طعب تزعاله طول الطريق أو بعد ما توصل تقوله بس ما كانت أنه مكناش جانا من الصحراوي خلاص يا عم أنت وصلت وميد فول وقبل معادك كمان خلينا كده الموضوع مبساطة عشان نقدر ندي أولا كل واحد حقه ما نضغطش عن الناس نستمتع كأهلوية بما يحدث في الأهلي احنا ملنا كده متوترين مش عارفين نستمتع بتفوقنا وبما نقدمه يا جماعة الأهلي بيعمل تاريخ والله بعدين حيتذكر هزي اللحظات بشكل مختلف الناس حتشوف الجيل ده وما يحدث مع الإدارة دي الناس يعمل كده زي في أصعب الظروف الأهلي مر بكل أنواع الضغوط وماشي وكل أنواع النقص سواء للإصابة سواء للغياب سواء لحاجات كتير فأنت عملت تتعامل مع لوائح متغيرة بتسيب بيها لعيبة يعني النهاردة أنت في لعيبة سايبة في لعيبة من النشين زعلانة لأن لك إعارة سابعة هتعمل إيه في الباقي هتعمل إيه في الباقي الجبار تسيبه يكمل عندك هتسيب اللي يتجاوز واللي عايز وعد معك مش هتعرف تعمله حاجة طب اللي عندك السنة دي وكان نفسه يأخد تجربة الإعارة عشان يعبر عن نفسه ويرجعلك مش عارف تعمل فيه إيه مفيش ليحة تضمن إن انت لو تعاقدت على سنة ولا سنتين إن دي تبقى قانونية بس يرجعلك مفيش حاجة زى كده يعني أنت التعادي كرة لا بيرحم في دي ولا بيسيب رحمة ربنا تنزي يعني أنت كان ممكن يقول إيه بس هاسمعلك بالبيع ومن حقك تكتب الباندي ده وهاعتمدهولك إنه يرجعلك سأخد بالك السابعة معارين ده التعليمات للتحاد الدولي عملته خش بقى في في لويحة كدت إنك إزاي تعمل عائد وتقبله إنما أنت مكتف الناس أنا عندي ولد يعني أنا بقى صعبان علي مش عايز يمشي من نادي اللي آهلي وآخر سنة له ناشئين وشايف إنه هو الولد كويس وكل الناس بتقول عليه كويس لو طلع حيوفر سنة من عمره حيقدر يعبر عن نفسه والناس يشوفه كويس ومتأكد إنه حيرجع على الفريق الأول وعايز يرتبط بالنادي مش عارف نلقي له سيغة قانونية طيب مش كنت بتبيعه ليك حق لاسترداده مهما فيش سيغة قانونية تقولك إن ده لو حد عايز يشتيك تقدر تشروط هذا الشرط مفيش حاجة كده لان اتحد الكرة يقولك العقد الكده يبقى أوكيه سلاسي لو اتحد الكرة قال أوكيه اللي يجيب لي عقد كده هاعتمده خلاص هيحل المشاكل دي عايزة تواصل عايزة تواصل وعايزة نوع منها نقعد في كراسي بعض يا جماعة عشان نحل المشاكل دي كلها على فكرة عدم الجلوس في كراسي البعض اللي المهانس عادلي بيقولها عاملة مشكلة للصورة الزهنية بتاعة النادي الأهلي برا بمعنى إيه في تضارب بين موعيد الارتباطات المنتخب الوطني والنادي الأهلي وحصلت وشفتوها قدام عينيكم الفترة اللي فاتت ورايف فيتوريا الراجل أدرك إنه المسألة فعلا مباراة تونس الودية بكرة ما كانش ينفع يحتفظ بلعابة الأهلي اللي المفروض يسافروا في نفس التوقيت أو يكونوا سافروا خلاص للسعودية فحصل نوع من التنسيق والتفاهم خد اللعيبة الدوليين بتوع الأهلي في المباراة الأولى واسيبهم في المباراة التانية وهات غيرهم والمسألة كانت ثلثة لكن الرجم الإعلامي البغيض اللي تعرض له النادي الأهلي من عدد كبير من البرامج والسوشيال ميديا اللي بتشكك وبعد من يقول أنه منتمل الآن بتشكك في وطنية الأهلي وأنه الأهلي كده أكبر من المنتخب وأن الأهلي مدي مصلحته عن المنتخب خلى المسألة فعلا تطلع الصورة برة للأسف معكوسة جدا ومغلوطة فنلاقي فيه برنامج في تونس الكابتن محمد السليتي الرجل بيرد على سؤال المزيع بيقول له في مصر بقى الأهلي أكبر من المنتخب المصري نشوف في مصر تحس أنه مصلحة النادي الأهلي توصل حتى تكون أكبر من مصلحة المنتخب المصري شوف أول شيء أمين الناس كلها مجندة للأهلي الأهلي تويكة مستحوذ على كل كل كما نقول وحنا مرافق القوة مراكز القوة اللي في الكورة في مصر اللي أنا مش نبدلك من الأخر أنا هناك يعني في جاني يعني معلومات اللي أنا من مصر نتعاون نتعاون نتواصل معهم كذا لأنه فيما أطراف نافذة بيصدد يعني بيش يعاونوا لجمعيات الأخرين بيش بيش يطويهم بيش يقويهم بيش يعمل لكيليبر مش يعمل لكيليبر لأنه نادي الأهلي وبوفور نادي الأهلي ومسؤولي نادي الأهلي اتغاط على الكورة في مصر وتغاط على الجمعيات وتغاط على الملاعبية وتغاط على حتى على النتيج المقابلات يعني معانش تنجم الأهلي أي جمعية في مصر تقارع الأهلي نحنا نحكيه على تغول في نادي الأهلي من ناحية هذه من ناحية نحن الرياضية دي ما نحكيه نحكيه الرياضية لكن حاليا الأهلي نشوفه فيه في القرارات التي تأخذ فيه من الأهلي ومسؤولي الأهلي تطبق حتى على الجامعة المصرية لكورة القدم يعني أي قرار تتخذه الأهلي رأوا فما الموافقة عليه من أي سلطة لذلك فما أمور قاعدة يمكن أنا تنجم تكون صحيحة تنجم تكون غالطة لكن أنا معلومات عندي من المصر اللي هي مثلا فما أطراف نافذة في البلاد طويقة تعاون في فيوتشر مثلا تعاون في بيراميدز يعني الشيء ونقيده صورة مشوشة خالد استنيني والنبي أيها الصورة مشوشة والتعليق مشوش يعني هو بدء التعليق بإيه ماشي مع الرائجة الأهلي تغاول محدش بقى قادر عليه وكل مجند من أجله كويس الأندية المصرية مش قادر عليه المش عارف بعدين ينهي كلامه يقولك إيه ولكن عندي معلومات أن في جهات نافذة تعاون الأندية الأخرى للحد من سيطرة الأهلي إذن من أين رأيت أن الأهلي متغول ومتسيطر عليه من أين لما أنت بتقول أن في جهات نافذة عايزة تحد من سلطته من سطوته طيب الكلام هنا سيد إبراهيم طبعا نقلا عن ما تصدره البعض وسائل الإعلام أن الأهلي فوق كده أنا عايز بس أقول كل ما ونص فيه موضوع مصلحة مين أهم من مين ومين المنتخب أهم ولا الأندية طيب يا جماعة عندما تتعرض مصلحة النادي والمنتخب صاحب الاستحقاق الرسمي هو صاحب الحق يعني أنا عندي ودي وإنت عندك رسمي صاحب الحق بلا منازع ده هو العكس طيب لو اللي اتنين لو اللي اتنين ما عندهمش حاجة رسمي المنتخب طيب لو اللي اتنين عندهم حاجة رسمي المنتخب المنتخب طبعا خلصت محتاجة مزايدة ده الميزان الطبيعي مع أي حد مش النادي الأهل وفي أي مكان وفي أي نظام سوي الرسمي مقدم على من غير رغي ولا لك لك ولا حق ودعاء وتنظير لا الموضوع لو الاتنين ودي المنتخب لو الاتنين الرسمي المنتخب لو واحد رسمي والتاني ودي صاحب الاستحقاق الرسم ده الميزان الموضوع المهم جدا اللي على الكل النواية رائيه نهاردة كانت قرعة الدوري النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة تحدث عن هذا الموسم الجديد بكل دوابته ونظامه نشوفه طبعا معاني النائب سيد أحمد دياب نرحب بك معانا في شاشة قناة النادي أهلا بك متشرف نكون على قناة النادي حدث طبعا كبير واهتمام من كل جمهور الكرة في الوطن العربي أكيد مش مصر فقط النهاردة قرعة الدوري الموسم الجديد يعني الحدث كله أنتو القرعة غير موجهة صح كده أنتو يعني أنتو كنتوا متعمدين ده لأحنا بقلنا سنتين الحقيقة دي ثالث قرعة من يوم انتخاب الرابطة ما عندناش ولا قرعة عاملة موجهة وكلها ودي ثالث سنة فاحنا مكملين دوري النير السنة دي ان شاء الله هيكون بشكل مختلف في ايدنتي وهوية بصرية جديدة على قنوات اون عملنا تعديلات كتير في ليحة المسابقات واستلمتها الـ 18 نياد عندنا تغيرات مع لجنة الحكام كل الوسائل أو العناصر اللي بتأدي التطور الدوري ورجوعنا للمكانة اللي تستحقها الأندية المصرية والكرة المصرية شغالين عليها ان شاء الله جاي يكون خير طيب ما نفعش تكون معايا وما سألكش عن عودة الجمهور يعني هل ممكن نشوف جمهور السنة دي؟ ان شاء الله هنشوف الجمهور الجمهور هو أعظم حاجة في كرة القدم حلمنا كربطة من يوم انتخابنا هو عودة الجمهور للأسف عدينا بأحداث كتير الواحد مش عاوز يفتكرها ولكن احنا تم انتخابنا في الربطة وكان اللي بيحضر في الدوري خمسين فرد الحمد لله احنا معانا دوقتي حد قدنا عشر تلاف مقدمين مشروع للنصف الساعة الاستعباية في الدور الأول وتبقى الساعة كاملة مع الدور الثاني كلنا ثقة وامل في مؤسسات الدولة المصرية وقواتنا المسلحة وزارة الداخلية والامل ده جاي نتيجة دعمهم للكرة المصرية وللأنداء المصرية فان شاء الله عودة الجمهور ده حلم مش هنسيبه من ايدينا الا انها تحقق ان شاء الله طيب انتظام المسابقة ذات نفسه يعني احنا بنبقى في بداية السيزن شايفين جدول ثابت بعد كده بتحصل بعض المتغيرات بتحصل المتغيرات تبقى للمشاركات ولكن المتغيرات اختلفت احنا الموسم اللي فات اي تأجيلات تمت تمت بموجة بالليحة لأن كان فيه كريتيريا للانداء المشاركة في البطولات القرية والافريقية مفيش مطش تأجل الا بموجة بالكريتيريا اللي كانت في الليحة السنة دي غيرنا هذه الليحة تبقى لمتطلبات الموسم ده لأن فيه توقفات كتير ومشاركات كتير فحددناها بشكل مختلف شوية وان شاء الله هنخلص الدوري في تلاتين سبعة مش عاوزين حد من الانداء يزعل مننا لأن في الآخر أمانة الإدارة وتطبيق الليحة على الجميع هو لصالح الجميع والصالح المسابقة والصالح الكرة المصرية ان شاء الله بنتمنى توفيق لمنتخبنا الوطني والانداء المشاركة في البطولات الأفريقية اللي بتمثل مصر واللي طبعا من أكبرهم لنا بطولات تضيف للكرة المصرية ان شاء الله هيكون موسم موفق لجميع الاندية بإذن الله طيب أزمة التحكيم يعني احنا أو يعني بنشوف بعض الغضب أحيانا من التحكيم أو الأداء التحكيمي في بعض المباريات الأمر ده ممكن يقل للسيزون ده ان شاء الله زي ما أعلننا وكان موجود نهاردة رئيس لجنة الحكام ومدير الشركة الفار في الميدل إيست احنا عملنا تعديل نتيجة الاجتماعات اللي فاتت ان الفرجن بتاع الفار السنة دي عندنا هو 2.8 وده فرجن بيتلاعب به في 3-4 دوريات في العالم وإحنا هتلاعب به السنة دي رئيس لجنة الحكام أعلن 36 حكام هيديروا دوري للسنة دي اعتقد ان التغيرات دي هتفيد منتظرين منهم أكيد هيبقى فيه أخطاء لأن التحكيم في الآخر ده عمل بشري ولازم ضمن عناصر الكورت القدم هي أخطاء التحكيمية اللي يعنينا أن الأخطاء ما تكونش متكررة ولا متعمدة وإن شاء الله تكون تجربة مستر بريرا مفيدة وإحنا إن شاء الله في ظهر التحكيم المصري لصالح كل الأندية بإذن الله استحداث الجوائز بقى يعني شوفنا جوائز جديدة السيزون ده كلمنا عن الفكرة إحنا السيزون ده عندنا بلان عملنا الدرع إن شاء الله هيتسلم الدرع الجديد عندنا حفلة كبيرة جوائز للعابين عندنا إطلاق الويب سايت لأول مرة في الكورة المصرية يوم 18 بإذن الله اللي هيكون عليه كل الحاجات الرسمية للربطة وللأندية كلها خطوات في التطوير وإن شاء الله تكون خطوات تؤتي بسمرها ودايما تفضل الكورة المصرية في المكانة التي تستحقها بإذن الله خيرا عشان وشتول عليك أنا عرفة توقعتك لمباراة السوبر الأفريقي إن شاء الله إن شاء الله تكون بطولة جديدة تضاف للنادي الأهلي والكورة المصرية ألف شكرا شكرا بطولة جديدة تضاف للأهلي السوبر إن شاء الله وعشان توصل الكورة المصرية للمكانة التي تستحقها مش عايزين تقتصر أحلامنا على القدرة على تنظيم الجدول إحنا عايزين تنظيم المسابقات بالشكل اللي يخدم التزاماتنا الدولية والإقليمية سواء أندية أو منتخبات هو ده اللي صلح الكورة المصرية محتاجة قرارات حاسمة وجريئة وبعدين تفصل الرعاية والرعاية عليها مش العكس من وباش متساقين بس لأن أنا لأننا شايف مرضود يعني من الأموال بتاعت الرعاية دي كلها على الشايلين للعب الأندي عمالة غريقة في الديون يبقى وبترهقها أكتر وبتكبدها أكتر عشان تنافس إنها تقعد تتعاقد مع لعيبة وتغير الله في لوائح وتسيب لعيبة مجانا وبقت الأندية هي الحلقة اللي هي بتقدم الفقرة الفنية على رأي حتى ما تستفدش من نقوط مش ممكن اعمل لي اعمل لي الوسائل اللي تخليني يؤدي بشكل فني منظم شكل علمي يساعدني يقالي الإصابات يفيد المنتخب يا أحمد بي ننتظر حلول جزرية للكرة المصرية وأنتم قادرون واخد قرارات حاسمة صدقني الكل حيعيش فيها إنما لما تقعد تسأل الناس ما هيقولك ما حادش يحب التغير ما حادش يحب التغير اللي هم مش مستفدين منه كلنا نتمنى للنادي الأهلي طبعا التوفيق الفطرة اللي جاء ونتمنى للمنتخب التوفيق نتمنى بدري بدري نفك الاشتباكات ونتمنى كلنا كوسال إعلام يكون توجهنا إن إحنا نهدي الأجواء مش نزيد من الاحتقان كفاية بقى الشغل البلدي قوي بتاعة تأجيب اتنين عشان يعودوا داي هاجم وداي دافع وكل ما صدرت الكراهية أنا بقى كل العملين بطبع الناس اللي بره فينا وخلاص لكن الكرة مصرية لم تستفيد بشيء من هذا العبد للأسف هي دي صورتنا دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أصبع الله خيار